توقعت الأحد الموافق 16 أبريل 16 نسان 16 أربعة 2013 هيتم محاسبتك النهاردة بكتير من المحادثات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وفيها اجتماعات واضحة مع جهات اتصال تانية عندك في اليوم ده عندك مجموعات متنوعة جدا من الأشخاص سواء كانوا قريبين منك أو حتى بعيدين عنك هيكون فيه إجراءات كتيرة هترتبط بشغلك في الفترة دي عندك مواضيع فيها علاقات مع أسرتك فيها صداقات فيها أنشطة سياسية واجتماعية بشكل كبير والكل ده هتبقى بتتلقى قدر كبير من المعلومات اللي بتبقى عندك واللي هتبقى بتقرر بنفسك إزاي تعالجها في اليوم ده هيجيب ليك تجارب مختلفة جدا مع الأقارب ومع الأصحاب ومع الجران الأكبر منك في السن هيجيب ليك اجتماعات كتيرة فيها تجمعات فيها محادثات هتبتدي تحصل بتتعلق بفتاة أو إمرأة في يومك زي ما قلنا محتمل أنه يكون فيه ارتباط ببعض الأحداث الممتعة اللي هتبقى في حياتك في الفترة دي بالنسبة لكل الأشخاص النهاردة هيكون يومهم فيه شوية توتر هبقى متعلق بالمهمات اللي فيها أكتر مسئولية بالنسبة ليك وانت على وشك انك تنخرط فيها في اليوم ده ممكن تبقى مش بتصبر على الكلمات اللي بتحصل علشان تبقى فيه أفعال للأشخاص اللي حواليك حاول تتجنب الصراعات والمواجهات بالنسبة كبيرة جدا وهيكون يومك مهم وهتطلب شؤون محلية أكتر ومهنية انك لازم تبقى مسئول عن كل تصرفاتك وكل قراراتك في الفترة دي وانك تكون قدها وقدود وتمشي بحذا فرح توقعت النهاردة الأحد هيفضل يومنا التجمعات والاجتماعات اللي بتبقى مع مجموعة متنوعة من الأشخاص اللي عندنا أحياناً يبقى لازم نلتزم بكل الحاجات اللي احنا مفروض نمشي عليها وعننا بيها قبل كده لكن في معظم الحالات اللي بتبقى متعلقة بالمناسبات الحلوة اللي بتفرحنا هتساعدنا محادسة هتحصل أو لقاء مع امرأة في حياتنا في اننا نلاقي الفكرة اللي احنا بنتمنى اننا نلاقيها هنوضح من خلالها أحدث كتير حابين نتطور فيها بشكل كبير ونبقى في دائرة الأشخاص اللي بيقربوا لنا ودائرة أصحابنا خلال اليوم ده هنحاول نستمتع ونقوم بحاجات كتير ممتعة نقابل بيها أشخاص كتير جدا في يومنا متعلقة بحاجات هتبقى ممتعة بالنسبة لنا مش هنعرف نستبعد أي أحداث وأي مفاجآت مختلفة مش متوقعة هتكون مرتبطة النهاردة بكتير من حالات الصفر مع كل الأشخاص اللي حوالينا هيوفر لنا فرص كتير عشان تحصلوا على دخل إضافي لكل اللي بيشاركوا في النشاطات اللي ممكن تبقى حلوة لنا كلنا مع بعض لازم نستغل الوقت ده ونتقابل مع كل الأشخاص اللي احنا بنتمنى كنا نتقابل معهم ونكتسب من خلالهم خبرة جديدة خبرة هتبقى بتضيف لنا حاجة جديدة جدا وهتبقى بتساعدنا بشكل كبير في حياتنا في الفترة الجاي وبكده بنكون وصلنا لأخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش يريد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم وبدعمكم لي